في النظرة الأوسع والأهم ترتكز العين الدولية على العراق لإنتاجه النفط الضخم تشبه تلك النظرة ما كان يحتله العراق من تأثير في المنطقة والعالم لم تتراجع أهميته الإقليمية والدولية لكن تراكم الأزمات حول النظرة إليه في الوقت الحاضر إلى ما يشبه الترقب عن بعد مع إطلاق النصائح والتحذيرة الدولية ما أبقاه في دوامة مواجهة الظروف السياسية والأمنية وحده وقد أثبت نجاحه في مواجهة أخطر تنظيم إرهابي تشكل على أرضه الرواية العراقية أمام المجتمع الدولي تغيرت وتبدلت بين تلك التي كان يدرب بها نفوذ العراق في فرض هيبته وحماية حقوقه السياسية والاقتصادية عن تلك التي بادت عنوينها تكتب بماء التحديات والأزمات والخروج من دوامة للدخول في أخرى لم تحقق الحكومة المتعقبة نتيجة مرضية تعيد شزءا كبيرا من حقوق الشعب والبلاد على الرغم من أن السنوات الأخيرة سيما مع حكومة تشكلت على أعتاب تشرين الثورة التي طالبت بالتغيير ونفض غبار الضياع الذي أغرق العراق منذ العام 2003 وحتى اليوم في ملفة التأزم والفساد والتلهل والاعتداء على أرضه وتمزيق نسيجه السياسي إلى انتماءات خارجية وداخلية على الرغم من هذا استطاع البلد أن يشكل ثورة رجوع إلى النسيج العربي والدولي في الآونة الأخيرة سياب مع فتح بغداد لأبوابها الدبلوماسية لصناعة طريق يمهد إلى حل حالة أزماته الداخلية المجتمع الدولي وعلى رأسه أميركا التي مع تغير إدارتها وضعت أوراقا دولي أكثر أهمية لما لمستجدات مصالحها في الحرب على أوكرانيا وورقة الاتفاق النووي مع طهران لكنها أيقنت أن العراق مفتاح رئيسي لحلول الأزمات فكانت كلمة بغداد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جرس إنذار لمعرفة ما يحدث في العراق من احتقان سياسي قد يفرض على مصالح الغرب حذرا من تفاقم الأحداث في الشارع العراقي تحليل يؤكده مسؤولون من طراز رفع المستوى فيما يتعلق بضرورة أن تضبط بغداد ساعتها السياسية مع ضرورة التنسيق والتعاون والاهتمام الدولي وإلا فإن الخسارة لكلا طرفي المعادلة العراقية الدولية ترجمة نانسي قنقر